و اليوم جريت موقع موقع خلب نظار وهو موقع سخيف جدا مليب الأكاذيب الى درجة انك لا تستطيع ان تجد كلمة واحدة صدق واذا يقول هذا الموقع؟ يعني لما قريت المقطع منه مت بالضحك وقت أخرى سيكون في مطارق التقليد في مقابلات التقليد السابق في قبل المنظر من التعامل من قبل التعامل من التعامل تجد كمثير تحرر في مقابلات من الحقيقة حيث تعامل المنظر بالضحكة أخرى يقول أنه هو المترجمي الى الدرجة C'est le journal français pro-islamiste Le Monde qui nous apprend que la justice suisse persiste dans son acharnement contre l'armée algérienne. Malgré la sévère mise en garde de l'Algérie qui, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a menacé clairement de rompre les relations diplomatiques avec la fédération helvétique si elle ne cessait pas de servir de tribune pour les terroristes et de s'ingérer dans les affaires internes des pays. Je regarde ce qui est très briefly. L'a dit en meant de Dieu, c'est qu'il dit un nom de laesse du monde, qui se dit, a des membresures des membresures aux membres du monde, qui se disent bien amourablement les membresures des débiles, ou qui ne l'entraies pas ? Les membresures des membresures des membresures des membresures des membresures. في الحقيقة الموند هي عند العصابة عندنا هي قرآن المؤمن هي إنجيل المسيحي الموند كل ما تكتبوا الموند في الجزائر العاصمة في قلب هرب السلطة الإرهابية يعتبرونه مقدسا قالت الموند فلما جاتهم الموند اليوم الموند درت أرتيكلي على الموضوع هي نقلت فقط على ترايل ونقلت على أخونا بوهاب وخزوحة وهاب عبدوهاب وخزوحة داروا معاه انتربيو على السريع ونقلت القضية يعني اعتبروا موقع نزاري اعتبرها برو اسلاميست خلينا نجاوزوا هذه وجه في الموضوع قال لك أن لوموند نقلت على ترايل انترناسيونال المنظمة اللي عاونت الضحايا بشرفه القضية أمام القضاء السويسري أنه هناك خمسة عشر قضية إضافية سوري ان كورد انسريكسيون وتيتد لكمبيتنسيونيورسال أن هناك خمسة عشر قضية تتعلق بخمسة عشر شخص مرجحنا وكلهم جنيرالات تتعلق بالاختصاص العالمي وأن هذا الترايل انترناسيونال لماذا ذكرتش الأسماء ولم تشري لأي شيء بشتخلي اللافت لا سيربريز بشتخلي المفاجأة تكون كبيرة هذا رعب ملكهم الرعب حقيقة ملكهم الرعب حقيقة إلى الدرجة أنهم ينقلوا واشقالت ترايل لوموند وطبعا لما يجيبها لوموند بالنسبة ليهم هذا رعب إضافي هذا مش رح نفصل في الأمور الأخرى لأنها كلام فارغ في الحقيقة لكن أهم نقطة كانت هذه وهو أنهم يعتقدون أن هناك خمسة عشر ملف مثل ملف نزار على أبواب أن تقدم إلى القضاء السويسري هما نقلينها قالوا ترايل قالتها لوموند أنا ما زال ما شفتش الأرتيكل الكامل تقريته على السريع كنت داخل لما وصلني كنت داخل هنا فما كانش عندي الوقت راح نشوف إلى جاء في لوموند ولمجاش بغض النظر جاء ولمجاش معناها هذا رعب كبير رعب كبير معناها واحد مثل شنغريحة شخصيا بالذات راحوا يقولوا له ركف القائمة طبعا جبر مهنة ركف القائمة كبار الجنرالات اللي راهم اليوم تصور مسيطرين الشعب وقاهرين الشعب ومجوعين الشعب رام في القائمة واش نديروا في الحالة هذه عطاف يخرج ويدير بيان يقول إحنا رانا نحاربوا في الإرهاب وراحين ورانا مع أمريكا وراحين أن نطرأصوا معاها مؤتمر ضد الإرهاب شنغريحة يعلن لأول مرة في تاريخ الجزائر أن قائد الجيش تحدث هاتفيا مع رئيس المخابرات الأمريكية قريب يقول له وراني هنا نخدم لك أنديكاتور ما كان مشكلة نخدم لك أنديكاتور وش تحب مع الـ CIA مش كنت تقولون أن هذه الـ CIA سيئة وامريكا على الفيسبوك قالك جانب من بلاد ما تحبناش الخير إذا كان الفيسبوك من بلاد ما تحبناش الخير مالا الـ CIA مالا الـ CIA وش تكون مقارنة مع الفيسبوك وهي المخابرات الخارجية والذراع الخارجي للإمبراطورية الأمريكية تقوم بإنقلابات تقوم باغتيالات تقوم بأشياء كثيرة جدا وهناك آلاف الكتب ومئات الأفلام عن الـ CIA وش تكون كيفاش أنت قائد الجيش تأخذ المكالمة عن بيرنز تصورت سنة أنا بيرنز وبرنز هذا دبلوماسي بالمناسبة شوف الأمريكان مخابرات هذه مرات يرأسها جنرال لكن في الكثير من الحالات المخابرات الأمريكية في كثير من الحالات الداخلية والخارجية عندهم 16 جهاز مخابرات أشهرهم الـ CIA والـ FBI اللي هي مخابرات داخلية على بوليس فدرالي إلى آخره والـ CIA هي مخابرات خارجية وهناك 14 جهاز مخابرات آخر مبراطورية لها تواجد عسكري في 130 دولة تجوب بحار العالم ومحيطات العالم وتغزو البلدان وتفعل ما تشاء أتوقع أن بيرنز يقول له أسي أسي سعيد أوقع لك سمعت بالخبر سويسرا هذاك تشوف هذا السويسريين هذن ما يحشموه هذن يتهموا لكم في نزار الزعيم نزار وبلغ حتى قال له ربكم نزار لأن شنغريحة كان صغير جدا مقارنة مع نزار ربما ملتقاش نهيا في التسعينات فهو كان عقيد ونزار كان قائد الجيش جنرالات وما يلقوش الوقت بش يتلقاهم يعني يقول لك سمعت السي السعيد بالاخبار هذاك راني زعفان من أجلكم راني زعفان والسويسريين محقهمش وما يحشموش هذن السويسريين ودركا نشوفوا دركا نشوفوا مع هذه السويسرا هذه مساء خلاص رأك عارف رأك تعرف هذه البلاد هذه السويسرا رأ عندهم حاجة يسموها رأي ما هيش كمد زاير رأي ما هيش السلطة قاع في العسكر وفي ورأي السلطات عندها جهاز قضائي وتشريعي وتنفيذي ورأي بلق لكم كاسيس وكاسيس رأي وزير خارجية ورأي صاحبنا وستن بروس سيونيست يعني معا صهاينا بصار رأي هدر مع الطاف رأي قال له ما نقدر ندلكم والو رأي القضاء السويسري وكان نكثر رحنا لهدر يدخل الحبس وهذه يرأي هنا مش نستهزع القضاء في الغار بيقدر يدخل السياسي للحبس وسبق لهم يدخل السياسي للحبس يعني مش يلعب يعني صار كوزير على أبواب يدخل الحبس رئيس فرانسا السابق اللي كان عنده النووي حتى في الكائن الإسرائيلي هذا رأي عندهم كم من وزير وكم من رئيس وزراء وكم من رئيس دخلوا الحبس بريطانيا بلا حد فقال للأسف رك تعرف هذا القضاء سويسرا شوية مسنطح يعني ورح ندرنا المستحيل وعاونناكم وعاونكم أصدقائنا في 2017 خليشوفوا مقطع من جهة ساعدت النظام الجزائري وبالفعل أقفلت الملف في 2017 باتش